اشتركوا في القناة او الحساب الشخصي الخاص بي في انستغرام او صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة فهذه هي الاسئلة الاكتر والاسئلة التي تتردد يوميا من طرف الاصدقاء لذلك اخواني الكرام اليوم ان شاء الله خصصت حلقة كاملة عن جميع الطرق الممكنة التي ستمكنني من انشاء حساب جديد على ايباي بعد اغلاق حسابي القادم لذلك يا اخي الكريم اعرني اهتمامك في هذا الدرس لانني ساتطرق الى خمسة طرق هي الاكتر والاحسن لانشاء حساب جديد بعد اغلاق حسابك الاول على ايباي وهذه الطرق مختلفة ومتعدلة ما عليك الا اختيار الطريقة التي تظهر انها الافضل او الاحسن بالنسبة لك فاولا اخي الكريم واول طريقة هو فتح حساب عن طريق الاردبي بالنسبة للاشخاص الذين لا يعرفون ما هو الاردبي هو عبارة عن حاسوب في دولة اوروبية او امريكية يتميز بمواصفات عالية وانترنت تصل الى 200 ميجا بار سيجوند والاهم بالنسبة لنا هو امتلاكه لأيباي جديد ومغير على الاردبي الخاص بنا ومن خلاله يمكننا انشاء حساب ايباي جديد زائد حساب بايبال كذلك وربطهم وبداية العمل بدون مشكلة السؤال المطروح من اين سأتي بالاردبي ما عليك اخي الكريم الا ان تذهب الى يوتيوب وتقوم بكتابة طريقة انشاء اردبي عن طريق امازون واتبع الفيديوهات وستحصل على اردبي لمدة سنة وبدون اي مشكل ثم نلتقل الى الطريقة التانية الطريقة التانية اخي الكريم هي الذهاب الى حسوبك الشخصي وانشاء اوزر جديد على حسوبنا ومعه سنتمكن من الحصول على اي بي جديد والطريقة كذلك لمن لا يعرف كيف يتنشاء هذا الوزر الجديد فما عليك الا الذهاب كذلك الى جوجل او يوتيوب وكتابة طريقة انشاء اوزر جديد على حسوبي وستجد ملايين من الشروحات اتبع واحدة منها وستقوم بانشائه بكل سهولة ثم لا تنسى اخي الكريم الذهاب الى جهازك الوي في ثم اغلاقه واعادة تشغيله حتى يغير الابي كذلك الخاص به حتى لا تتعرف علينا اي باي ومن ثم نقوم بانشاء حسابنا اي باي وحسابنا بايبال وربطهم والدخول بكل سلاسة وتتبع الطرق التي وضعت في الفيديوهات السابقة سأضع لك طريقة لكي تتبعها حتى لا يتم اغلاق حسابك لان الحسابات المغربية خصوصا هذه الاياب تغلق بشكل كبير فيجب عليك توخي الحضر اخي الكريم ثم نلتقل الى الطريقة الثالثة هي الذهاب الى مقهى الانترنت او السيبير كل ما علينا فعله هو الذهاب الى هذه المقهى وانشاء حساب اي باي جديد وحساب بايبال جديد وربطهم والانتظار لمدة ثم اتباه التعليمات التي تطرقنا لها في فيديو سابق سأضع لكم كذلك العنوان الخاص به في الوصف وبعدها نقوم بالعمل كله في المنزل فمثلا عند اختيارك لمنتوج فانت تقوم بالعمل في منزلك وبحاسوبك الشخصي تقوم باختيار المنتوج الذي تريد ان ترفعه ثم تأخذ الصور الخاصة به وتقوم بانشاء وورد وتقوم باخذ جميع المعلومات او الوصف الخاص بهذا المنتوج تضعه في الوورد حتى يتسنى لك ان تحمله في فلاشة يوسبي ثم تذهب الى هذه المقهى انترنت وتقوم برفع المنتوج بكل سهلة يعني دائما انت لا تقوم برفع المنتوج او الدخول الى حسابك اي باي الا انت في هذا المقهى الخاص بالانترنت لان حاسوبك الشخصي معلومات الخاصة به محضورة في اي باي ثم نلتقل الى الطريقة الرابعة وهي القيام بفرمطة الحاسوب وجهاز الاتصال بالانترنت الويفي وتغيير المعلومات الخاصة بك الاسم والنسب ثم البطاقة البنكية يمكنك الاستعانة باحد الاصدقاء او شراءة عن طريق فلسسي يعني هناك مجموعة من الخدمات تقدم في الويب تستطيع من خلالها اقتناء هذه البطاقات الوهمية ونلتقل اخيرا الى الطريقة الخامسة والطريقة السهلة فهذه الطريقة ما عليك اخي الكريم الا شراء حساب جديد اي باي مفاعل زائد البايبال الخاص به او المربوط معاه وهذا الحساب يعني لا يتعدى ستون دولار يعني من اربعون دولار حتى ستون دولار على اقصى تقدير هذا ان كان حساب جديد اما الحسابات القديمة مثل 2017-2016 فهذا يكون يعني تمانو مرتفع قليلا مقارنة السنوات الاخيرة والشيء الذي يجب عليك ان تحذر منها اخي الكريم عند اقتنائك لهذا الحساب هو ان تأخذ معه بايبال الخاص به مفاعل كذلك وان تأخذ الامايل الخاص الذي انشئ به الحساب اي باي في اول مرة ثم الاهم هو ان تقوم بمراجعة هذا الحساب اي باي هل فيه مشاكل سابقة وعدد الفيدباكات الخاصة به ايجابية والسلبية ان كان فيه تقييمات سلبية فلا يجب عليك اقتنائه ثم اخر شيء يجب عليك الانتباه اليه اخي الكريم هو ان يكون هذا الحساب به منتوجات مرفوعة حتى تتأكد بانك لن تتعرض لأي مشاكل بعد رفعك لاول منتوج ختاما هذه اخي الكريم هي خمسة طرق الموجودة حاليا لانشاء حساب جديد اي باي بعد اغلق حسابك الاول فشاهد اخي الكريم هذا فيديو جد مختصر فهناك فيديوهات كثيرة في اليوتيوب لكنها تتحدث عن طريقة واحدة وتعطيها اكتر من حجمها يصل الفيديو تقريبا الى 12 دقيقة و 15 دقيقة طريقة واحدة انا اليوم تمكنت من جمع خمسة طرق واعطائها لك بكل بساطة انت ما عليك الا اخطيار واحدة والذهاب وبداية العمل ولا تضع لنفسك اعضار وختاما لا تنسوا اخواني بدعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل الجرس والضغط على زر جيم ومحاولة مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم ودمتم في رعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة